السلام عليكم زمان العزاء اليوم عدنا الوصفين اللي باخير الاول يشرحن راح اشرح بس هاي الوصفة اللي باعتب غير فيديو يقل لك هاي الوصفة بيها علاجات ضربة من الصيدلان يحظرها احنا شو كنت ناخذ هاي علاجات و هاي الحسابات ناخذها مرحلة ثالثة سبق وان قلنا تحظر البرسكريبشن هاي البرسكريبشن بيها مواد يقل لك افارمستيكال as to compound the following formula for preparation of 100 كبسولة يقل لك كبسولة يقل لك يا سيدة الكبسولة هاي سيدة لانا طلبوا من عندها حضر 100 كبسولة هاي موانا ندخل بيها ولا موانا ندخل موان المزج هاي ان ناخذها مرحلة ثالثة فيقل لك المواد موانا تسرتائي 200 ملغلام استروتون 25 ملغرام استروتايل 25 ملغرام وميثوسي اي فور 10 غرام واللاكتوز ذني عفوين على صفحة ذني مداخلات ذني مجرد الموم التحذر الادوية من ذني سيرا ذني جو عفوين على صفحة تقريبا يعتبر الدلوانت يقل لك using a ballast that has the sensibility requirement of 6 ملغرام sensibility requirement 6 ملغرام ذني جو عفوين على صفحة تقريبا يعتبر الدلوانت يقل لك اللاكتوز يستخدمه كدلوانت الراوينة المعايرة الصحيحة مع الاسترون يقل لك راوينة المعايرة الصحيحة مع الاسترون التالتين يجب ان نطلع اليه هن اا اقل وزن نجي نحسب اول خطوة هذا السؤال بصفة ام صيدرانا حيشتغل بيها فشون يتاكد انه هادة ميتين ملغرام وشون يتاكد انه هادة 25 ملغرام شو يتاكد انه هادة 25 ملغرام وشون يتاكد انه هادة 25 ملغرام محم شو نعرفوني ميزاماتنا صحيح مشو نسوي هنا نجحنا نحسب اول خطوة نحسب اقل وزن ويساوي على ارار ويساوي ستة في مية بالمية على أربعة بالمية قد تطلع عن ناتج مية وخمسين مليغرام شنو هذة أقل وزن مية وخمسين مليغرام طلع عنا أقل وزن يقدر يقيس الميزان مية وخمسين مليغرام نرجع للوصفة الميتين أعلى لو أقل من المية وخمسين أعلى من المية وخمسين إذن الميزان يقدر يقيس إذن شنو هاي الكمية تأكدنا أنه هي صح قيمتها ميتين مليغرام ليش لأنه أعلى من أقل وزن إحنا شون نقدر نقيسها يأما يساوينا أقل وزن او اعلى من اقل الوزن 200 اعلى من اقل الوزن اقل وزن 150 زيان 25 اعلى لو اقل من 150 اقل وزن اقل من ال 150 بهواي اذا هنخلي عليها علامة الاستفاهم الاسترودايل كذلك عليها الاستفاهم نقدر دول الذين نجمعهم وبعده لانو اثناتهم من نفس الوزن بس هو بالسوال طالب الاسترون بس اذا ما ذكر الاسترون نقدر لانو اثنات نسويين بقانون واحد يعني نسوين خطوة واحدة بس يعني قبل انها يساوي يساوينا الاسترودايل لا استرون يساوينا استرودايل ادروني شوية نفضل تقيل في مثل ما اتفقنا اول خطوة نطلع ثاني خطوة نجيب الكمية المطلوب قياسه نضربها بفاكتر معين نضربها بفاكتر معين بحيث يطلع عنه اما اقل وزن او اعلى من عندنا نضرب مثلا ضربه بثمانية. بثمانية ب三 صفر ثمانية بثين ستـ عشو ثمانية. cut ثمانية في اثنين بثين بثين نفاض exciting R رام. نجيب الخطوة الثانية. قد نزود الخمسة وعشرين. واحد سبعة خمسة. نضربها في ثمانية. نجيب قطوة الثانية على مفووح تعرفوني تحلوها انتو. المفووضان ما احد شي لان تعرفوني حال ما هذا. قلنا الخطوة الاولى. نضرب الكمية المطلوب قياسها بفكتر معين بحيث يسوي ناقل وزن او اعلى من ناقل وزن. هنا نقدر نضرب بي ستة ويطلع عنها مية وخمسة. مس الدكتورة طالبة. الفكتر ثمانية وفوك. قائت الفكتر ايدة ثمانية وفوك. اه الخطوة الثانية. اه حاصل اه ليش مية وخفصة احسرين. عفوا مية وخفصة وعشرين. عفوا مية وخفصة وعشرين. بحيث اذا. خطوة الثانية نختار معين بحيث حاصل جمع يسوي ان اقل وزن او اعلى من اقل وزن. يعني مية وخفصة سبعين ترى مو خطأ. منا خلت مية وخفصة سبعين. بس على مودة شوي ارقام اطلع اقل. اه انا خمسة وعشرين زاد اه مية وخفصة وعشرين ويسوي انه مية وخمسين اقل وزن. نضرب مية وخمسة وعشرين فيه ثمانية يطلع انا الناتج الف. ملي غرام. نجمع. الالف. زاد ميتين. ويساوي انه الف وميتين. ملي. هاي يسمونه. هذا الاليكوتس. اللي يحتوي على زائد كمية الدواء. نجيب الاليكوتس. قابل. اه الاليكوتس يقابل. اه الاليكوتس يقابل. نجيب الاليكوتس يقابل. هاي بكل المرفوضته تعرفوه تحلونا يعني. ايه خطواتك المفروض تحفظيها. اه. الكمية مطلوب اه اشتزماه. الكمية مطلوب قياسة. نعلم استفهم. الكمية مطلوب قياسة خمسة وعشرين. مطلوب قياسة خمسة وعشرين مجرد البساطين بطرفين. اكس يساوي نعلمية وخمسين. اه الصفر يروح بالصفر. شو ينسوي قسم. اه هذا النتيجة مالته يطلع عنا ميتين ميلي غرام. وطلع عنا النتيجة مالته اعلى من اقل وزن. اذا النتيجة مالتنا صح. اذا انتهي السؤال اهنا. الفكرة مع هذا السؤال شنو. الفكرة مالته انه نطعنا وصفة عدة ادوية. وقل لنا تأكد ان يا صيدراني تأكد ان هنا هاي الادوية. وزنها هل قدلو لا. انت راح تسوي خبطة اي صيدراني. اذا يدي يسوي خبطة او يدي يسوي اه مكس باي مادة او يدي يسوي علاج. اه حتى سابسط مثال ابسط دليل. ابسط دليل على المزيج الصيدراني يسوي هي الابران خبط. هاي ابسط دليل مالفلاوانزة. ابسط دليل يعني هذا. فمن يدي يسوي هي شي يتأكد من قياتها تصح له غراط. فشي يسوي يستخدم القوانين. اه هاي القوانين. اه يطلع السمورس اقل وزني يقيس الميزان مالتي يطلعش قد. اه. وراها يقارن قلنا المية وخمسين اعلى من اه شوف الميتين اعلى من المية وخمسين وقمعتها اعلى. اذا شنو نقدر نقيسها بميزان الميتين من غرام. تبين ذا نقيسها بس بخمسة وعشرين نقيسها بميزاني. ميزان ماتق يسقل شي مية وخمسين خمسة وعشرين شون تبين. مراح تبين. اكيد مراح تبين. فاذا شنو الجاية طريقة. الجاية طريقة مالتنا القديمة على الضعف. وزن نضرب. عفون نضرب الفكتر معين. ونجمعه ويدلونت. وهي طريقة القديمة اللي شرحتها البداية. فهاي غاية ملعتها. نثبت انو الوزن مالتنا طلع الصح لورط. هنا ينتهي. وخلص. ويقضي نظرك واحد الطلاب ويطلعون نتيجة اعلى. ما بيها اي اشكال. ما بيها اي اشكال. عادتك واحدة. بس اللي يطلعون نتيجة نفس المية وخمسين نفسة. فالدلويب ماتم يكون اقل من ثمانية. اذا دكتورة لبناء ما راح تقبل ترى. دلويب ثمانية فوق. واتهت.